السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن فضل من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه عندنا شيء في الدين يسمى بقانون التعويضات الإلهية بمعنى أن الحياة لا تسير عبثا الحياة لها رب ولها مالك مهيمن عليها يراقب ويسير ويدبر ويجازي ويحفظ ويجيب الدعاء أروي لكم قصة رجل من الصلحاء كان يسير في الطرقات وتفوح منه رائحة المسك عطرا شديا نديا كلما انتقل من مكان إلى مكان صار في الأسواق والطرقات وكلما جلس مع الناس إلا وتفوح منه رائحة العطر العطر الجميل ليس كالذي يباع في أغلى الأسواق وإنما هو عطر من نوع خاص سألوه ما سر هذا الكرام التي تستمتع بها بكى كثيرا حتى ابتلت لحيته وقال إنها من بركة من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه حكى لهم أنه لما كان في الشباب كان يستمتع بالجمال كان وسيما وأنيقا ورشيقا وبشوشا وكان مساعد تاجر يبيع الأثواب والقماش وأحيانا يضطر إلى مكالمة الناس بكلام لبق فيه نوع من الحلاوة حتى يتير الزبائن لشراء هذه السلعة صاحب المتجر طلب منه بين الفين والأخرى أن يأخذ بعض القماش والثوب ويدهب يتجول في الأسواق وفي الطرقات والأزق وينادي لمن أراد أن يشتري هذا الثوب في يوم للأيام بينما هو يبيع ويشتري يمر من إحدى الأحياء تراه امرأة هي الأخرى كانت فائقة الجمال ولكنها كانت تشعر بالحرمان العاطفي لما رأت الشاب نادته من النافدة أن يصعد إلى شقةها لكي تقتني منه بعض هذه الأتوام فهو فرح وصعد مسرورا للتو إلى الشقة لما فتحت له الباب أغلقت عليه الأبواب وأحكمت إغلاقها وقالت يا هذا إن غرضي ليس هو الشراء الثوب وإنما غرضي أنني أعجبت بك كنت أدب إلى ذلك المتجر وكنت أراك تبتسم وتتعامل ببرقة مع الأخريات تبيع وتشتري وتمنيتك لنفسي وهو القدر قد جاء بك إلى عندي الآن أنا لا أطلب منك شيء أنا الآن وحيد في هذا البيت ولا أحد معي وأريد منك أن تعاشرني هذا الشاب دارت بيده وبعقله أفكار وقال هذه فرصة لا تعوض لكنه للتو تذكر بأن الله تعالى عليه رقب وأن الله تعالى يسمع ويرى فإذا به يستحي ويقول كيف ربي يراني الآن فتمنع عن المرأة قال لها إن ربي الآن يراني يراني إذا كان أهلك وعشيرتك غائبين الآن غير حاضرين معنا لكن ربي وربك يرانا ويسمعنا وينظر إلينا وأستحي منه قالت له دعك من هذا الكلام إما أن تفعل وإما سأصيح بأعلى صوتي وأقول هذا الفتى تهجم علي وأراد أن يدال من عفتي فشعر بنوع من الغبن والمرأة بدأت تتكلم جديا إما أن تفعل وإما أن أرفع صوتي أمام الملأ حتى يأتي جيران وتصير السمعة كملطخة وسوف يشبعونك ضربا الرجل بدأ يفكر يا رب إن للآن في ورطة ماذا أفعل هل أوافقها وأعمل ما تريد فأدال غضبك وإما أن أتمنع فتنزل علي أشد العقوبة من الناس ماذا أفعل بدأ يفكر ويدبر ويقول يا غيات المستغيثين يا دليل الحائرين إن للآن في ورطة انقلني يا رب العالمين ثم تأتيه وساوس إبليس وتقول له هذه فرصة نهبية عار عليك وعيب أن تضيعها من بين يديك إنها الآن امرأة جميلة غاية في الجمال وفي شقتها ولا أحد يراكما إنها فرصة لا تعوض ثم بدأ يتذكر بأن إبليس فعلا يحضر في مثل هذه المواقف وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فتذكر بأن إبليس معهم الآن في الغرفة في هذه الشقة إنه يوسوس لها ويوسوس له وقد على وشك أن يقع في الفضيحة ماذا يفعل يا رب يا دانيل الحائرين يا غيات المستغيثين فلما بدأ يناجي ربه إذا به يستذكر حديثا نبويا شريفا أنه من السبعة الذين يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعتهم رأة دات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ماذا يتذكر كذلك قصة نبي الله يوسف عليه السلام الذي تم التغرير به وإغرائه ولكنه استعصم فعصمه الله وبدأت الأفكار تتلاطم في دهده في دقائق معدودات شعر بأن الدم يفور والعقل يفكر ماذا عليه أن يصنع فإذا بلسانه ينطق ويقول يا سيدتي إن كان ولا بد فأنا كما تريني جسمي فيه عرق شديد هل سمحتني أين الحمام أريد أن أخذ حماما وأغتسل بالماء والصابون ثم أتطهر ثم أتي إليك فإذا بالمرأة تفرح وتقول أحسن هذا ما كنت أنتظر منك ها هو حمام كبير عندي فيه ماء دافئ فيه صابون فيه معطرات فيه منامس داخلية افعل ما تشاء فعلا دخل الشاب إلى الحمام ومدأ يفكر يا إلهي أنقل لي يا إلهي إلي لأشعر أنني على وشك أن أقع في المعصية مدأ أفعل يا إلهي مدأ يناجي ربه وأخذ يفكر هل أفر من نافذة الحمام حاول كثيرا لكن يبدو بأن فيها قطبان فيها حديد هذه النافذة لا يستطيع أن يفر منها بعد يصنع فكر ودبر فإذا بفكرة غريبة تسقط على عقله وتارد على خاطره فميّد الفكرة دخل الحمام فأعزكم الله مدأ فعل تبول وقضى حاجته ثم أخذ هذه القادرات أعزكم الله جميعا ولطخ بها وجه وجسده فأصار فيه راحة كريهة بول وغائت في جسمه ثم خرج على المرأة قال لها ها أنا دا المرأة لما رأت في هذه الحال قالت يا مجنود أخرج عني أخرج عني ففتحت له الأبواب وطاردته فخرج الرجل يجري والناس يراده في الشارع العام ويدحقون هذا الوسخ هذا القادر ويقول رباه أنقذني وقدمه تسير به حتى وصل إلى بيته دخل إلى غرفته واستحمى وغير ملمسه وطهرها فلما خرج من حمامه إذا بريح طيب يخرج منه روائح روائح زكية عطرة طيبة تنمعت منه يقول يا رب من أين لي هذا ولما عاد إلى العمل ودخل المتجر الناس كلهم حوله يقولون الله ما أطيم هذه الريح ما أزكى هذه الريح من أين اشتريت هذا الطيب قال أنا ما صدعت طيب قالوا والله ريح طيبة أينما ارتحل أينما صار إلا وتلك الرائحة الطيبة تتبعه حتى أنه صار يبيع ويشتري وأغناه المولى بماركة تلك الريحة الطيبة التي جاءت في جسمه كان كل من دخل إلى متجر أو إلى سوق التف حوله الناس ويبيع لهم القماش يبيع الثوب ودائما الرائحة الطيبة هي الجانبة للناس بقي على حالي هذه وأكرمه الله بزوجة صالحة مصلحة وأكرمه الله بدرية طيبة وعاش حياة كلها ضرورة وكل من سأله وقال له من أين لك هذه الكرمة يقول من حديث سمعته أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفعلا بقي هذا الرجل على سيرة هذه عمرا طويلا إلى أن توفه الله وحينما توفي كان جسمه الطاهر تنبعت منه الرائحة الطيبة لا تزال تنبعت حتى إنهم لما دفنوه في المقبرة كانت القبور حوله كلها تفوح عطرا شديا وعبقا ندية وسر في كل هذا أيها الأحباب الكرام أن هذا الشاب ومثله كثير يتعرضون للإغواء يتعرضون للفتن هناك من يضعف وهناك من يسقط عند أول الطريق من لن يقع له تنطفئ عنده الأضواء أضواء الإيمان وأضواء اليقين تنطفئ وبالتالي يحصل على ذنوب وخطايا تعقبها قلق وتوتر وحزن واكتئاب ووساوس هذا مرض العصر الكثير من من يعاني من هذه الأمراض عليه أن يراجع نفسه لكن من استعصم من الله عاصمه الله ولعل ربنا عز وجل حكى لنا قصة نبي يوسف عليه السلام لتكون لنا عبرة فسيد يوسف لما أعطاه الله الجمال وأغوته النسوة وقام ما قال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فربنا سبحانه وتعالى صرف عنه كيدهن وأدخله السجن لكن بعد ذلك عوضه خيرا عظيم أولته خزائد الأرض وصار متصرفا في ضدام ملك دولة عظيم آنذاك دولة مصر وأعطاه الله مجدا كبيرا وكذلك مكننا ليوسف وجعله الله تعالى من الوارثين في الأرض هذه قاعدة أيها الأحبة الكرام أن الحياة لا تسير عبتا الحياة لها رب ولها مالك ولها مدبر ولها رقيب وهو سبحانه وتعالى يجازي خيرا كل من يسعى في الخير ويجازي شرا من يسعى في الشر فلهذا أدعوكم جميعا أيها الأحبة الكرام لا شك أنكم سوف تتعرضون يوما ما لمكما تعرضا لهذا الشاب فتذكروا بأن من ترك شيئا لله عوضه الله وسترون كرامات وسترون أمجاد وترون نجاحات وترون خيرات لأن الله سبحانه وتعالى الكريم يجازي المتقين وقد قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جنة في الأرض وجنة في السماء ومن دونهما جنتان جنة في السماء تزينت وتستعد لاستقمال أهلها وهناك جنة أخرى فوق الأرض ربنا أعدها للمتقين أين توجد في أي دولة في أي قارة توجد في قلب كل مؤمن جنة عظيمة ولمن خاف مقام ربه جنتان وربنا سبحانه وتعالى وعنى بيد الخيرات فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والرشدة والخير والإيمان ويصرف عننا السوء ويحفظنا من وساوس إبليس وكيد الشيطان ويجعلنا من عباده المتقين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة